موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح السؤال من هو رجل الله ومن هو النبي الحقيقي في هذه الحلقة سنلقي الضوء على شخصية عظيمة جدا في الكتاب المقدس وهذه الشخصية مذكورة في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد وهذه الشخصية أثرت على حياة البشر الناس اللي كانت معاصرة في أيامه ونبواته والشيء اللي عمله مازال طبعا نتكلم عنه حتى هذه اللحظة أقصد حديثنا اليوم عن إليا النبي رجل الله في العهد القديم وكيف نبوته عملت أمور عظيمة جدا وطبعا بعد ما نتعرف على هوية وشخصية رجل الله عوزين نعرف ما أو شو الشيء اللي بميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب يعني بكلمات أبسط كيف فينا نعرف النبي الكاذب شو نوع رسالته وشو نوع كلامه وشو نوع شخصيته أو هويته وبناء على الكلام وكله طبعا من الكتاب المقدس نستطيع أن نستنبط ونستشف أن في صفات للنبي الحقيقي وفي مواصفات للنبي الكاذب أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل أهلا أحبائي إذا أردنا أن نعرف رجل عظيم نعرفه من كلامه من هويته ومن حياته شخصية التقلية مع أنه الهدف من هذه الحلقة مش الحديث عن شخصيات كتابية بإسهاب بنعمة الرب وإن شاء الله في حلقات اللي رح نعملها من الأراضي المقدسة من المواقع الكتابية أكثر عن الشخصيات الكتابية لكن أنا اليوم عاوز أتكلم عن شخصية إليا بما يتعلق بهويته ونبوته الحقيقية وكيف ممكن انميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب لاحظ أول جملة إليا مش معروف عنه يظهر فجأة في التاريخ وعلى فكرة يختفي أيضا فجأة في التاريخ فهو يعتبر واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم إذا كان موسى رجل الله كليم الله شخصية عظيمة جدا اللي جاء بالنموس بالشريعة والوصايا العشر والشرائع والتقوس والفرائد واللي حرر شعبه من أرض العبودية من أرض مصر إلى أرض الحرية إلى أرض كنعان فيعتبر واحد من أعظم رجال الله لكن إليا النبي يمثل الأنبياء ولاحظ موسى وإليا ظهران مع المسيح على جبل التجلي والتنين تكلموا عن يسوع المسيح وعن الغرض والهدف اللي جاء من أجله يسوع المسيح اسمحوا لي أن أقرأ الآية الأولى من سفر الملوك الأول إصحاح 17 والآية الأولى من العهد القديم وقال إليا التشبيء من مستوطني جلعاد لآخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي في إصحاح 18 الآية الأولى وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إليا في السنة الثالثة قائلا اذهب وطراء لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض آسف فإذن من خلال الآيتين بتشوفوا شخصية عظيمة قوية مسنودة بممسوحة بقوة وحضور إله عظيم حضور كامل فإذن في البداية ما هي خصائص وما هي مواصفات رجل الله اسمحوا لي أن أتكلم عن بعض النقاط السريعة اللي بتعلمنا وبتورينا خصائص ومواصفات رجل الله لاحظ أول جملة تكلم فيها النبي إليا قال حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله فمن هو رجل الله الذي يستطيع أن يتكلم بقوة هذه الكلمات وفعلا يستطيع أن يغلق السماء لمدة ثلاث سنين ونصف في رسالة يعقوب لصحاح الخامس بيتكلم بحدثنا أنه كان إليا إنسانا تحت الآلام مثلنا طيب شو اللي ميز شخصية وهوية إليا كان رجل صلاة صلى أغلق السماء ثم بعد ثلاث سنين ونصف صلى فتح السماء وجاء المطر وطبعا اللي بيدرس كلمة الله في الكتاب المقدس تعرفوا أرض فلسطين مش هي بتختلف عن أرض مصر والعراق وسوريا عارف هذه الأنهار العظيمة مثل نهر النيل مثلا أو نهر الدجلة ونهر الفرات في بلادنا في الأراضي المقدسة إحنا بنعتمد على رحمة الرب وفي آيات كثيرة لما بيتكلم عن البركة واللعنة واحدة من القضاء الإلهي إنه بيحجز بيحجب بيمنع نزول المطر وعندما ترجع الناس إلى الله ويصلوا ويطلبوا وجه الرب فالله يرجع المطر إحنا مش عايشين على الأنهار إحنا المطر قليل في فترة الشتاء لكن مع كل هذا أرض تفيض لبن وعسل من خيرات صعب أو صفها فعلا أستطيع أن أقول بدون تحيز أجمل بقعة على وجه الأرض فإذن أحبائي عندما يتحدث رجل الله ويقول حي هو الرب الذي وقفت أمامه فإذن نستطيع أن نستدل أنه في علاقة في شركة مع الإله الحي وهذه السنين تعتبر سنين الاختباء يعني بيتجهز بيستعد في فترة إعداد بيتعرف على إلهه بيعرف مشكلة الشعب شو كانت في تلك الأيام وبيأخذ رسالة واضحة جدية مسئولية وأنه من خلال هذه الرسالة يستطيع أن يواجه العالم فإذن رجل الله هو رجل الصلاة وعندما نقول الصلاة لا نتكلم عن صلاة ترديد ولا صلوات تكرارية ولا مجرد كلمات نتمتم بها لا يعني تخلو من التأثير وتخلو من القوة أيضا لكننا نتكلم عن صلوات تستطيع أن تغلق السماء صلوات تستطيع أن تفتح السموات صلوات تستطيع أن تنزل نار من السماء صلوات تستطيع أن تبرئ الأرض وتغير شعوب إنها قوة الصلاة من خلال حضور الله بقوة الإيمان ممسوحة بجلال وقوة وحضور الله فاللي بميز رجل الله أنه فعلا رجل صلاة وفعلا صلى كمان في ملوك الأول إصحاق 18 أيها الرب إله إبراهيم وإصحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله وأني بأمرك قد فعلت هذا استجبني يا الله استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت أرسلتني وفعلا صلى ونزلت نار الرب وعندما نزلت نار الرب اجتمعت كل المملكة وقالوا على جبل الكرمل الرب هو الله الرب هو الله وعلى فكرة بايد وإسم إليا تعني الرب هو الله ال ياهو ياهو يهو ال الله يعني الرب هو يهو هو الله فإذا اسم على مسمى مش مجرد كلمات ففي هذا الاسم في رسالة وفي طبعا قوة وفي حضور إلهي تعرف أحبائي إليا يعني لما صلى صلواته تعتبر من أقوى الصلوات في العهد القديم اللي عملت شيء في حياة الناس لدرجة كيف بتعرف مثلا خلينا أقفز النبي الحقيقي من نبي الكذاب المسيح شاهدة لإليا بتعرفوا إليا كان رجل المعجزات هو اللي أنزل نار من السماء هو اللي نزل أو أغلق السماء وفتح السماء لنزول المطر هو شخصية عجيبة كان بيسمع وبيطيع صوت الله في أيام القحق في سنين الجوع ذهب لمنطقة تسمى نهر الكريث يعني جد ولق مياه عادة بالشتاء والربيع في وسط الصحراء وكان هناك يشرب المي والأغرب من هذا الله كان بيسدد احتياجاته في أغرب وسيلة الغربان الغربان كانت بيجيب له كل يوم صباحا ومساء خبز سخن ولحم طبعا هذا النوع من الأكل فقط في قصر الملك والغراب معروف عنه أنه طائر أناني لا يعني لا يطعم أو لا يأخذ خبز للآخذ فهو من الطيور الأنانية ومع كل هذا بتشوف القوة الخارقة القوة الإلهية أنه سمحت الإلية أن يروح إلى نهر إكريت وكانت الغربان تعيل إلية قال قد أمرت الغربان أن تعولك وطبعا في أواخر الصيف النهر بجف فلازم يروح لمنطقة تانية اللي هي منطقة لبنان اللي فيها أرملة صرفة صرفة هي بلدة صغيرة قريبة من صيداء أو تسمى صرفة صيداء والأغرب من هذا أنه هذه الأرملة لم تكن من شعب الله يعني من شعب إسرائيل كانت فينقية لبنانية وكانت على آخر وشك الحياة عم بتحضر رغيف خبز إلها ولابنها والرب طلب من إلية يروح عند هذه المرأة عند هذه الأرملة ويطلب منها أن تعمل كعكي بالأول لإله وبعدين إلها ولاء الولاد وبعدين تنبأ كيف بدك تعرف كلام النبي تنبأ وقال لهذه المرأة لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض وفعلا ذهبت والكتاب بقول كوار الدقيق لم يفرغ كوز الزيت لم ينقص حسب لاحظ الكلام حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليا وهي المرأة صار فيه معها مأساة إنه ابنها مات فالرب استخدم إليا بإقامة ابنها من الموت ففي العهد الجديد لما الرب يسوع اتكلم لأهل الناصرة اتكلم عن حادستين في العهد القديم عن إليا لم يرسل يعني كان فيه أرامل كثيرة في إسرائيل لم يرسل إلى أي واحدة إلا إلى أرملة صرفة صيدة وهون بعبر عن الإيمان وطبعا الحادس التاني إنه كان فيه برص كثيرون في إسرائيل لم يطهر أو لم يشفى أي واحد منهم إلا نعمان الأرامي نعمان السرياني فهو كان من سوريا والأرملة كانت من لبنان مش من شعب الله فالمسيح عاوز يقول أن الله ليس عنده محابة اللي بيتحرك وبيتعامل بقوة الإيمان الله بيسمع والله بيستجيب وهذا بيقودنا للصفة التانية لإليا إنه رجل الله هو رجل الإيمان بالإيمان استطاع أن يقوم بأمور عظيمة جدا إليا كان رجل الله استخدمه في أصعب ظروف في تاريخ إسرائيل كانت المملكة منقسمة واللي كان بيحكم إسرائيل أشر الملوك اسمه آخاب والأخطر والأشرس والأشر من هذا إنه آخاب اتزوج إزابيل اللي هي الملكة إزابيل بنت خادم أو كاهن أثبعل بعل يعني خادم البعل اللي جاءوا فيها من منطقة سورو صيدة من لبنان على فكرة صيدة المنطقة قريبة وين أبوها لإزابيل وين كان بيكهن وكان مركز عبادة البعل فإذن الرب أرسل إلي إلى عقر داره إلى الوكر يعني وين بالزبت كانت عبادة البعل التم طالب أنه هو إله الخصوبة إله المطر لم يستطيع أن ينزل مطر إله البعل طالما هو إله الذي ينزل نار لم يستطيع أن ينزل نار طالما هو إله البعل هو الذي يقيم الأموات لم يقيم الموتة فإلي أثبت الرب هو الله كان رجل إيمان والدليل أنه صلاته فعلا غيرت وجه التاريخ فهو رجل الإيمان شيء ثالث أحبائي رجل الله هو رجل المواقف لازم يكون عنده مواقف واضحة واضح أنه هذه المواقف لا فيها مسايرة ولا تهادن ولا مساومة على حساب الحق الكتابة فإذن واضح الشخص اللي عنده دعوة لازم يكون فيه إله مصداقية لدعته وإذا عنده رسالة مع إرسالية لازم تكون من أولها لآخرها عنده وضوح مش بيمسك العصى من النص طالما أنه الوضع السياسي غير مؤاتف في هذا المكان خليني أساير لا رجال الله كان عندهم مواقف واضحة كانوا يقفوا ضد الخطية وضد الشر بكل شراسة بدون خوف بدون تراجع وكان مستعدين يموتوا من أجل الرسالة فلاحظ بالنسبة لإلي كان عنده تحديات التحدي الديني كان لازم يتحدى أنبياء البعل وكهنة البعل وأيضا أنبياء العشتروت إلهة السماء ثم كان عنده تحدي سياسي كان لازم يتحدى الملك أخاب وفعلا تحدى قال له أنت مكدر أنت اللي خليت إسرائيل يصل لهذه الدرجة من الشر ومن الاستياء كان عنده تحدي أخلاقي ضد الملكة إزابيل اللي من خلال جمالها وسحرها وزناها استطاعت أن تغوي إسرائيل كان عنده تحدي اجتماعي المملكة كانت مرتدة عن عبادة الله الحي وقف إلي وقال إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه يعني طلب من الناس وسألهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين ما كان في قول أنا أجاتني فكرة مش من الرب فكرة شيطانية أو بسبب الظرف السياسي أنا بساير أو بهرب لمكان حتى يكون مؤتلاء كانوا مثل السيف كانوا حدين كانوا رجال مواقف كانوا يقولوا هكذا يقول الرب هكذا يقول الرب وهذا اللي بميز رجال الله العظام عن أي شخصية أخرى إلي قال حين هو الرب الذي وقفت أمامه كان مليان بحضور الله حضور الله واضح لما بتقرأ سيرة حياتي إلي بتشوف أنه سلسلة من المعجزات الخارقة سلسلة من المعجزات الكبيرة والقوية اللي اللي حدست في أيامه مثل نزول المطر والنار ومرة تانية بنزل نار على رؤساء الخمسين إقامة ابن الأرملة وهكذا أحباء معجزات كثيرة في كلمة الله مليان بحضور الله حين هو الرب الذي وقفت أمامه رجل الله اللي هو نبي الله يستطيع أن يقول حين هو الرب يستطيع أن يقاوم مملكة كما قال عنه أليشع خادم إلي يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها بسيغة الجمع يعني كان إلي جيش كامل أقوى من كل جيوش إسرائيل اللي تحداها على جبل الكرمل الإله الذي يجيب بنار هو الإله الحي الحقيقي وفعلا استطاع أن ينزل نار مليان بحضور الله رجل الله أحبائي رجل مقدس مش عايش لرغباته ولا شهواته ولا النبوات بتنزل عليه أو كلام الله لتبرير مواقف معينة حيواتها رجل الله رجل مقدس اللي بيمشي بحسب شريعة الله بيتبع وصايا الله بفعلا عاوز يكرم ويرضي ويمجد الله مش بيتغير بحسب الأهواء وبحسب الظروف وبحسب القوة عنده كلمة قوية تعرفوا الكتاب المقدس قال عن يعني الامتداد الإرسالية أنه الإنجيل لم يسر بالكلام بل بآيات بقوات بعمل الروح القدس فيه براهين واضحة فالشخص اللي عاوز ييجي برسالة عاوز ييجي بنبوة ولسية مجديدة لازم تستحب كلامه قوة وبالذات إلى أيامه ومعاصره أنه يشهده ويقوله فعلا هذا نبي من عند الله فعلا هذا الرجل المقدس فعلا حياته الأدبية والأخلاقية توافق كلماته توافق سمعته وتوافق أيضا شهادته مكتوب عن أليشع رجل الله مقدس المقدس يعني منفصل عن الخطيئة والعالم مش عايش حتى يجمع ويكدس الأموال والنساء والطمع والأوثان ويغير رأيه من فترة لفترة تنزل مثلا عليه كلمة يرجع يغير فكره لا في وضوح رجل مقدس واضح طاهر نقي رجل مقدس منفصل عاوز يرضي الله بكل معنى الكلمة حتى شو ما صفت تصفي في هذا الوجود هذه كانت واحدة من مواصفات رجل الله إلي ثم أحبائي رجل الله هو رجل الكلمة مش أي كلام يعني مش كلام منمق ومرتب ولا فصيح ولا كده ما الكلام لازم يكون فيه أفعال اللي بيعجبني في شخصية المسيح لم يقل أي شيء لم يفعله أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف أنا هو نور العالم فتح عيون العمي أنا هو القيام والحياة أقام الموتى فإذا مش مجرد كلام قوات آيات وعمل الروح القدس وهذا كان رجال الله عندما ابتدأ بإرسالي تموسى ابتدأت بالآيات والمعجزات إلى الشعب غير مصدق إلى شعب بالشك إلى شعب صعب جدا وصفه الكتاب صلب الرقبة ومع كل هذا استطاع بحضور الله وبقوة الله أن يوصل الكلمة التي أثبتت أنه فعلا هو من عند الله رجل الكلمة لما اتكلم عن المطر أوقف المطر لا يكون مطر لما راح اتكلم مع الأرملة استطاع أن يشبعها إلى ثلاث سنين ونص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليه وعندما مات ابن الأرملة أخذ الولد وصلى لهذا الولد اسمع كلام المرأة فقالت المرأة لإليه هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق الناس اللي عايش في أيامك شو قالوا عن كلامك هو أصلا كلمة نبي نبي في اللغة العبري نفس الكلمة العربية هو الذي يطلق كلام إعلان ريفليشن كلام في رسالة للشعب المعاصر لكن في نبوة مستقبلية ليس مجرد كلمات مش تكهن ولا تخمين ولا إن شاء الله ربنا يسترها يا ريت لا 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 رجل الله بيتكلم بكلمة الله وبتم كلمة الله بتعرف يعني في الكتاب المقدس بيتكلم في سفر التثنية مكتوب في آية 18 إصحاح 18 أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يعني مثل موسى وأجعل كلام في فمه فيكلمهم بكل ما أصيه به في آية 21 وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه لأنه حتما رح يكون رجل كاذب فإذن رجل الله هو رجل الكلمة إلي قاوم عبادة البعل قاوم الملك قاوم الملكة قاوم الأنبياء قاوم كل الأمة إسقال حي هو الرب الذي وقفت أمامه لأنه الذي يخاف الله لا يهاب إنسان تعرفوا أحبائي فعلا رجال الله عاشوا لله فقط مش لرغباتهم ولا لأنفسهم ولا لأي شيء قالت المرأة هذا الوقت علمت أنك أنت رجل الله وكلام الرب في فمك حق فإذا إلي رجل الله هو النبي الحقيقي هو رجل الصلاة رجل الإيمان رجل المواقف مليء بحضور الله رجل مقدس رجل الكلمة تعرفوا أحبائي في العهد القديم الأنبياء اتحدوا مليان يعني فيه أنبياء كذبة في العهد القديم وفي العهد الجديد والأنبياء الحقيقيون حذروا من الأنبياء الكذبة مثلا إرمياء يقول لم أرسلهم هم جروا من أنفسهم فإذن النبي المزيف اللي عنده رسالة من نفسه بيكون عنده كبرياء وبيفتخر في جسده وبيفتخر في أعماله بيكون هو اللي أرسل نفسه مش الله اللي أرسله لأنه واضح جدا كما قال يسوع من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونهم تعرفوا حبائي في نبي اسمه يحزئيل في أيام الملك يهوشفات ملك يهودة في أيام الملك أخاب ملك إسرائيل عملوا حلف مع بعض وهذا كانت خطأ كبير من يهوشفات لأنه كان رجل طقي مؤمن أما أخاب مكتوب باع نفسه لعمل الشر فعملوا يعني حزب أو ائتلاف عسكري وسياسي والأغرب والأصعب أنه تصاهروا أوكي فبعدين أجا واحد اسمه يحزئيل ويحزئيل كان نبي الله وانا عاوز أقرأ شو اتكلم يعني حزئيل قال لا تخافوا ولا ترتعوا لأنه كانوا على وشك معركة كبيرة 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 ويهو شفاط قال لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا فالرب أرسل نبي اسمه يحزئيل قال لا تخافوا ولا ترتعوا آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا آمنوا فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتفلحوا أخبار الأيام الثاني إصحاح عشرين وفي نفس المعركة أخاب كان عنده أربعين أربعمية نبي آسف وكان فيهم أرواح كذب هو الروح النبي المزيف هو اللي عنده روح كذب معرض لضربات شيطانية معرض لضربات أرواح شريرة مثل الجن ويقوم بأعمال بالذات إذا بيتكلم كلام ممكن بيفقد وعيه أو صوابه وبينزل على شفناها لما منخرج الأرواح الشريرة بتصير العيون تنقلب وبصير الزبد والرغوة تطلع من التم وبصير يتكلم صوت في داخل الإنسان هذه أرواح كذب زي ما الشياطين اللي أخرجها يسوع كانوا عارفين عندهم نوع من الحق بس مش الحق عرفوا أن يسوع هو ابن الله عرفوا أن يسوع هو القدوس البار عرفوا أن يسوع هو الديان عرفوا وسألوا وقالوا ليسوع هل أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان عرفوا مصيرهم أن هذا الشخص هو الوحيد الذي يستطيع أن يعذبهم في الجحيم بس ما كانش يمكن وقت فطلبوا إذن حتى الشياطين كانت تخضع للرب لم نسمع عن نبي مثلا سحر أثر عليه أو سم أثر عليه أو فكر شيطاني أثر عليه أو أي وحي آخر لأنه مليان بحضور الله والمليان بحضور الله طبعا ما عندوش روح الكذب أو روح الضلال فجابوا أربعمائة نبي وابتدوا لا روح وانت رح تربح في المعركة وووو والأخير يعني هاي في المعركة الثانية ففي واحد اسمه ميخا ميخا بن يملى هو النبي الوحيد ولما أرسل أقول أولي الكلام مثل بقية الأنبياء قال لي لا أنا مش هتكلم إلا شو رب بيحكي معاي أو شو بيكلمني فلما تكلم قال إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب به وقال اسمعوا أيها الشعب أجمعون فإذن النبي هو الذي يتكلم بنبوة مش بيتكلم على الماضي بيفتخر كأنه الماضي اللي حدث هو النبوة لا بيتكلم بنبوة ولاحظ لاحظ كل الأنبياء أنتو راح يعني الرب معاكو وهون تكلم طبعا عن ضرب ضد بيت أخاب إنه الله راح يقضي على أخاب الشرير بسبب فساده وبسبب خطيئة ولاحظ شو بقول ميخا لأنه طلب الملك أخاب يحطوه في السجن لحد ما يرجع قال له إذا أنت رجعت بسلام إذا رجعت بسلام فلم يتكلم الرب به اسمعوا وهي الشعب يعني يخليكوا كلكوا شهود بيتكلم أمام الآلاف الشهود إنه اشهدوا على الكلام اللي بتكلم فيه فإذا مش بيتعامل مع الجن ولا النبي الكاذب أو ماذا يعني حدث لما بستقبل النبوة مش بتأقلم بحسب أرجاس الأمم بتعرفوا النبي الحقيقي أحبائي اللي بيرفض كل فساد أرجاس الأمم يعني حتى في انتشار المسيحية كان فيه معابد للأوثان وكان فيه كل أنواع المعابد اتخلصوا من هذه المعابد مش اشتركوا فيها وابتدأوا يدوروا حولها إذا كان الأنبياء البعل عندهم زي هيك زي مذبح وبدوروا حوالين المذبح وكانوا بيرموا حجارة أو بيعملوا تعويذ معينة فلم تقتبس لا اليهودية ولا المسيحية هذا الفكر كان بالنسبة لهم القضاء الكامل على الشر والفساد لا يعني تأخذ من أرجاس الأمم أو معابد الأمم أو هياكل الأمم لازم يكون عبادة واضحة حقيقية مقدسة مرضية عند الله ثم أحباء النبي الحقيقي مش اللي بناقد الوصايا العشر بتعرفوا الوصايا العشر لأنه شو أغلب الأنبياء الكذب إذا لم تقرأ في العهد القديم والعهد الجديد وحتى في كل العصور شوه النبي الكذب الكذاب دايما كل نبوته بتدور حول نفسه وحاول متعته وحاول لزته وحاول والله هو عارف باكج بجيب الله لمصلحة في كل شيء يعني يصبح النبي هو الله والله هو النبي وهذا خطر جدا أحبائي إنه الله بيرضى وبيختم على كل شيء بيعمله النبي الكاذب وهي ظاهرة خطيرة جدا والمأساء الأكبر إنه مش عاوزين نبحس مش عاوزين نصلي ولا عاوزين لأنه الأمر هذا برعبنا بخوفنا لأنه النبو الحقيقية مش مفروض الإنسان يخاف مش مفروض يخاف فالناس بتمشي مع الهوى مع التيار وخليهم طب ما هو أنا أفضل من غيري وبروحوا على جهنم للأسف وهني غير شعرين دايما خدها قاعدة خدها قاعدة إذا بتدرس أي شخصية فيها نبوة ضالة أو نبوة كاذبة دايما بناقد الوصايا العشر مثلا الوصايا العشر بقول لا تقتل بتلاقيه بيقتل حتى يتمم رسالته وإرساليته الوصايا العشر بتقول لا تزني فبتلاقيه بيزني مع النساء وبشرعها بكل أنواع الطرق الله ما هو من مصلحتي تعال يا الله اختم لي باختم له على هذا الأمر فيسرع طبعا في تلبية الرغبة رغبة هذا النبي لأنه after all لازم يشبع رغبة هو الله أنت بتخدم أنت بتشتغل لمصلحتي مكتوب بالوصايا العشر لا تصرق فبيستخدم الحروب والسبي والقتل والنهب والسرقة لأنه هذا مشرع الله ختم له عليه طب هو النبوة لازم تكون ماشية مع الكتاب المقدس بتسلسل بتناغم بانسجام مع كلمة الله فأي نبي بناقض الكلمة اللي بين إيدينا فإذن هو ليس من عند الله ثم نبي الكذاب يعني وصايا الله بتقول لا تشتهي فلما بيشتهي نساء ولما بيشتهي خيل ولما بيشتهي سبايا ولما بيزني مع نساء مش لإله مش ملكه ملك ناس تانية يعني أعراض الناس بتصير كأنه ملكه ملكه بسبب النبوة الله بيستغل عندي شرعلي فبيشتهي ممكن يشتهي أي بنت أي زوجة بيشتهيها لازم تيجي لعنده الله بيحكي معاه إنه هذا من حقه النبي الكذاب دائما عنده حقائق مغلوطة أحبائي بيخلط الحقائق بالخرافات دائما عنده الطمع والطمع اللي بسميه الكتاب عبادة الأوثان حب المال ثم النبي الكاذب أحبائي مكتوب من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه هذا كلام المسيح من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه في يحنى سبعة والآية 18 السؤال ما هو ثمر تعليم هذا النبي بصراحة شو الثمر شو أثر على الإنسانية والبشرية أي كلام إحنا العرب منحب الكلام المنمق خلينا أعطيك آية اللي فيها السجع والكلام الجميل بس قوية جدا جدا إذا يعني بتحبوا الآيات اللي فيها سجع في سفر التثنية عم بيتكلم إذا فيه عن العباد لأي آلهة أخرى إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك بها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم بعدين بقول لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم في أي أربعة للي بحب اللغة العربية ولي بحب السجع شو بقول وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون طبعا كل الآية رغم جمالها في اللغة العربية فإذا ما تتلعي كلام إذا فيه كلام معروف في نفس الفترة الزمنية أنه هذا النورم هذا الطبيعي أنه كله كلام كلام اللغة العربية مثلا لاحظ هنا الآية فيها جمال وفيها سجع وفيها لكن فيها رسالة أيضا شو ثمر التعليم كيف انتشرت رسالته هل أرسل تلاميذ يتكلموا عن قوة هذه الإرسالية كيف وصلت هذه الرسالة بالسيف بالعنف بالإرغام بالقوة بالإضطهاد بأواء بأواء إلى آخره كيف انتشرت الرسالة المسيحية زرعوا الحب نشروا الفرح والسلام في كل مكان والأغرب أنه كان يموتوا كانوا يطعموا لوحوش المفترسة ويشعلوهم على الصلبان ويقتلوهم بالكميات ومع كل هذا في 25 سنة انتشرت المسيحية إلى 3 قارات بدون سيف واحد فإذن من ثمارهم تعرفونهم هذه حقائق أحبائي فأي نبي لازم يجي لازم يكون في تناغم في تسلسل مع ما يقول الكتاب المقدس ولكنه إذا جاء برسالة تناقض الكتاب المقدس مرفوض من أساسه ثم عندما تدرس الهوية وأخلاقيات النبي وحياته تعطيك الصورة الواضحة إذا هو فعلا نبي أنا بصلي من كل قلب أن هذا الكلام يكون تحذير لكل واحد مننا دايما الأنبياء الكذبة بيعملوا الأغراض سياسية فممكن عنده قضية سياسية اليوم بالشرق الأوسط أي قضية سياسية عشان تنجح خليها تكون مغلفة في الدين فالدين كما قال مش عارف استالين يمكن أفيون الشعوب مخدر خدر الشعب في الدين لكن نشكر رب في المسيحية المسيحية حياة صلة وتواصل مع إله حي فالناس بتتخدر بالدين بصير يتاجروا في الدين يتكلموا في الدين لكن بالحقيقة كلها أغراض سياسية فالدين يصبح أو السياسة تكون مغلفة بالدين لتتميم شهواتهم وأهدافهم تحقيق أهدافهم وإغراءاتهم طبعا للمنافع الشخصية دايما فيه بيكون بيعلن رسائل كاذبة والنبي الكذاب دائما بيتكلم شو الناس بتحب تسمع وشو الناس بتفضل تسمع لكن المسيح قال للتلاميذ ألعلكم تريدون أيضا أن تتركوني أعطاهم فرصة يتركوه لكن أحبوا المسيح لأنه كان مثال كامل أمام التلاميذ سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحبائي قال النبي إليا للشعب حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله إن كان الله الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه وطبعا الإله الذي يجيب بنار وفعلا إليه يرتب الذبيحة على مذبح الرب وعندما صلى نزلت نار الرب وحرقت كل شيء لكن اللي عاوز أقوله أحبائي إنه النبي إليا زال كل تزيف طلب إنه يعبوا مي يعني كأنها حرب سيكولوجية في وقت القحت والجفاف اللي مفيش مي ملأوا المذبح والقنوات كلها تعبت مي لأنه عاوز يوري الناس إنه المعجزة من عند الله حقيقية مش مفبركة يمكن الأنبياء الكذب ممكن يحطوا جازولين ممكن يحطوا كاز ولا مواد حارقة حتى تساعد لكن إليه بالعكس حط مي حتى يشوفوا الشيء المستحيل مستطاع بقوة الرب وعندما نزلت النار الشعب كله سقط على وجهه وقال الرب هو الله الرب هو الله وفعلا إليه أمر بقتل كل الأنبياء الكذبة يعني 850 أنبياء البعل وعشتروت في وادي قشون اللي هو في أسفل الوادي موجود حتى يوم من هذا في الأراضي المقدسة وبعدين سمعت الملك إزابيل وهددت إنه عاوزي تقتل النبي إليه النبي إليه خاف وهرب لحياته لأنه بعرف إزابيل عند مرأة عندها قوة شريرة سحرية ومش خايف منها لأنه خايف لأنه ممكن تأذي كل من حاوله أيضا فهرب لحياته لأنه ظن طيب كل هالمعجزة وبرده كمان مش مصدقين مطر رجع ونار نزلت من السماء وكل هذه المعجزات الخارقة قلبها كان من حجر بدل ما تتوب وترجع بالعكس هددت فإليه هرب لحياته وكان هروب إلى نفس الجبل اللي كان عليه موسى رجل الله إلى جبل حريب جبل الله جبل في سنة فإذن أحبائي لما هو هارب لاحظ الكلمات يعني هرب وبعدين وصل لعند بير السبع وهناك طلب الموت لنفسه تصور رجل الله بوصل أحيانا إلى حالة كآبة وصعوبة طلب الموت إلى نفسه بس الرب ما بيترك أولاده أو بناته شجعه الرب بملاك وشجعه بأكل اللي ساعدته أن يكمل مسيرته أربعين يوم لجبل سنة وهناك دخل مغارة وهناك أحبائي الله اتراء لإليا وبعدين إليا يعني سمع صوت يعني كلام الرب ما لك ها هنا يا إليا فبقول إليا غرت غيرة للرب تركوا عهدك نقدوا مذابحك قتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وها هم وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فالرب بتعامل مع إليا بريح عظيمة جدا شقت الجبال وكسرت الصخور وبعد الريح الرب بتعامل في زلزلة وبعد الزلزلة الرب بتعامل معه في نار بتذكرنا لما الرب أعطي الوصاية لموسى على جبل سينة وبعد الزلزلة نار لكن بعد النار صوت منخفض خفيف لما سمع إليا لف وجه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة سمع الصوت ما لك ها هنا يا إليا رجع في نفس الأسطواني قتلوا أنبياءك تركوا عهدك بيطلبوا نفسي وأنا بقيت وحدي فالرب شجعوا قال له إليا روح امسح حزئيل ملكا على أرام وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل وامسح أليشع بن شفاط من آب المحولة نبيا عوضا عنك وبعدين في آية 18 قال له قد أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التي لم تجتوا للبعل وكل فم لم يقبلوا لاحظ الله تعامل مع إليا إليا كان في حالة كآبي طلب الموت لنفسه الرب اطرأ بقوة خارقة جدا بريح بزلزلة ونار بعدين الرب ترأى بصوت منخفض وطلب من إليا يروح كيف بدك تعرف النبي الكاذب من الصادق مش أي كلام قال له روح امسح حزقيل وعلى فكرة هاي يعني بعد سنين طويلة صارت امسح حزقيل ملكا على أرام امسح ياهو بن نمشي يعني هذا كان عسكري النبي أليشع بعد واحد من الأنبياء يمسح إياهو وبعدين أليشع نبي عوض عنك اللي عاوز أقوله أحبائي الله استخدم إليا واستمر يستخدمه في النبوة أنزل نار وحرقة الخمسين وتنبأ على الملك اللي مات في مرضه ونبوات كثيرة لإليا فإليا يعتبر واحد من أعظم الأنبياء اللي بحسب التقليد اليهودي هو اللي بهيء الطريق أمام الرب والرب يتكلم عن يحنى المعمدان اللي جاء بروح إليا لكن اليهود التقليد اليهود حتى يوم هذا في عيد الفصح بيتركوا كرسي بيسموه كرسي إليا لأنه بيقامنوا قبل رجوع الرب العظيم في اليوم الأخير رح ييجي إليا فشوف عظمة هذه الشخصية وفعلا الله استخدم آرام حزئيل عصى تأديب على إسرائيل بسبب خطايا أخاب واستخدم ياهو بن نمشي يكون أداة قضاء على كل بيت أخاب قتل أخاب قتل إزابيل قتل أولاد السبعين وقتل وقتل الكاثرين كان رجل دموي ياهو بن نمشي وتمم القضاء بالكامل على بيت أخاب وفعلا قتل ملك يهود وقتل ملك إسرائيل يعني كان أداة فتك وقتل تتميم للنبوة ثم أحبائي أليشع يعتبر واحد من أعظم الأنبياء لكثرة المعجزات الله استخدمها في حياة أليشع أوليس عجبا أحبائي إليا اللي طلب الموت إلى نفسه تستمر سلسلة المعجزات وبيتبعوا أليشع إليا بيمسك الرداء بيدرب نهر الأردن وبينشق النهر إلى قسمين كما كان في أيام يشوه عندما دخل شعب إسرائيل مع تابوت العهد بعدين المعجزة الكبيرة الشخص اللي طلب الموت لنفسه هو اللي لم يموت صعد بمركبة نارية وهو حي إلى السماء وهو حي إلى السماء ثم هذا الشخص أحبائي هو اللي رب شرفه هو وموسى يكون مع الرب يسوع على جبل التجلي وعندما قال بطرس لنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولي إلي واحدة ولموسى واحدة ظللتهم سحابة نيرا وسمعوا صوت من السماء قائل هذا هو ابن الحبيب عن يسوع المسيح واختفى موسى واختفى إلي فإذا أحبائي كيف يكون نبي بلا نبوة هل فكرت في هذا السؤال ثم قال يسوع المسيح من ثمارهم تعرفونهم هل يشتنون من التين حسك والعنب شوك يعني مستحيل الثمر الجيد بيصنع أو الشجرة الجيدة بتصنع ثمر جيد لازم يبين يعني الإرسالية أو النبوة أو الدعوة في لها مصداقية لازم تكون واضحة والمسيح حذر من الأنبياء الكذبة في إنجيل متى صحاح سبعة وإنه أي نبي بيجي بعد المسيح لازم يمجد المسيح ولا يقلل من أهمية المسيح يعني ما تكونش إرساليته ضد المسيح لأنه كل الأنبياء في العهد القديم وكل الرسل والعهد جديد كلها وان فوكوس كانت على هوية وعلى شخص يسوع المسيح لما بترفض أهم أمور أهم عقائد أهم أساسيات في المسيحية اللي محورها يسوع المسيح على طول أي مسيح في العالم يرفض هذا الشيء فإذا بتكون النبوة كاذبة والدعوة كاذبة أيضا فهو لا يمجد المسيح لكنه يقلل من أهميته بعدين النبي الصادق لازم يسير بتناغم مع الوحي المقدس إذا بيخلط القصص والأسماء والتاريخ والجغرافيا واللغة ويعني أمور كثيرة لازم يكون فيه استنادات اللي تأكد صحة دعوة هذه الرسالة لازم يكون فيه تتميم للنبوات شوف في زكريا في تثنية في أرمية كلها بتتكلم على محور واحد النبي الحقيقي اللي بيتنبأ عن المستقبل لازم يكون عنده نبوات لازم يكون عنده آيات يثبت فيها دعته لازم يجيب تعليم قوي اللي فوق موسى واللي فوق شخصية المسيح مش بتجيب لشوية تعليم من قبل عشر تلاف سنة وما بتنفعش لليوم ونصها مخلوطة في خرافات وأساطير وكلام 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 لازم يكون تمشي بانسجام مع الوحي النبي الحقيقي بيتنبأ عن المستقبل النبي الحقيقي الذي يدعو للتوبة والرجوع لله النبي الحقيقي اللي بيتكلم باسم الله بحسب الكتاب المقدس النبي الحقيقي لا يناقض المكتوب أحبائي لا يناقض المكتوب النبي الحقيقي هو جزء من مخطط الله جزء من مخطط شعب الله النبي الحقيقي هو جزء من عهد الله العهد في الكتاب المقدس وهذا نقطة مهمة جدا جدا لما الرب يتكلم لموسى يقيم نبيا مثل له تسمعون لازم يكون بنفس المصار مصار العهد ولا يناقض أو يقاوم أو يرفض هذا العهد كل أنبياء الكتاب المقدس أعلنوا ولم ينكروا الأخبار الصارة اللي بتحكي عن يسوع المسيح أحباء المسيح بالختام هو الإعلان النهائي الكامل الأخير فنفيش داع لأي إعلان طالما شفنا كمال المسيح تقول لي اعملوا لا تعملوا ونص العمل ونصه مغلوط مستحيل كيف ممكن تمشي الأمور الله كلم الآباء والأنبياء كلمنا أخيرا في يسوع المسيح في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلسة في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكات في تسلسل في تناغم من سفر التكوين إلى سفر الرؤية بدون تناقض بدون أي شيء محورها يسوع المسيح المسيح تنبأ عن آخر يوم في أنبياء رح تعمل معجزات عظيمة لكن حتى تقاوم المسيح في روح ضد المسيح وفي يوم للأيام رح يجي مسيح ونابي كذاب في آخر الأيام يضل كل البشرية قبل مجيء الرب يسوع المسيح ثم أحباء النبوة الحقيقية لا تكون منحصرة في ذاته بل دائما لخير ومنفعة الآخرين بصلي أنه أخذت يعني ولو نور بسيط عن هذا الموضوع بصلي أنك تبحث وتطلب يسوع المسيح مخلص لحياتك اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر